كمان على مستوى السنغال طبعا بنتكلم على مندي طبعا حارس مرمى السنغال وشيلسي كمان هو عمل صورة مع سادي ومانيه أثناء عودته لاندمام للمنتخب السنغالي طبعا يمكن الحارس السنغالي يشعل شوية للسوشيال ميديا كان فيه هجوم شوية على سادي ومانيه من خلال بعد مباراته طبعا مبارات شيلسي أمام ليفر بول كان مندي تلعب بتصريح بعد المباراة وقال أنه كان من الفير ومن العادل طبعا شهر البطاقة الحمراء لسادي ومانيه بعد ارتضامه أو الاحتكاك القوي في المباراة ولكن زي ما بقول لحضراتكم أن السادي ومانيه كمان قد مباراة أكثر من رائعة أحرز الهدف الأول ضد طبعا حارس المنتخب مندي وهو يعتبر كمان من أفضل حراس المرمى على مستوى أفريقيا مع الشيناوي على أفضل حراس المرمى في العالم بصراحة مندي بقدم مستويات من السنة اللي فاتت أكثر من رائعة وزي ما حضراتكم عارفين كان شهدت المباراة تدخل عنيف جدا وقوي من سادي ومانيه على طبعا لعب أزبلا كويتا طبعا المدافع الأسباني في صفوف تشيلسي يمكن بعد ست ثواني من المباراة طبعا الحكم اكتفى طبعا بإشار البطاقة الصفراء في وجه طبعا سادي ومانيه وطبعا بعد نهاية المباراة إدور ماندي زي ما بقول لحضراتكم فيه تصريحات لشبكة RMC الفرنسية وقال أنه طبعا هو سادي ومانيه أخوية وكل حاجة لكن كان يجب أن يتم طرده فورا بعد طبعا هذه الغلطة أو احتكاقه القوي جدا مع أزبلا كويتا طبعا ساعات قليلة بعد هذا التصريح خلاص زي ما احنا شفنا هم على الطيارة وخلاص ألعوا تشيرت تشيلسي وليفر بول وحيرتادوا طبعا تشيرت المنتخب السنغالي في البطولة الأفريقية زي ما بقول لحضراتكم بطولة قوية جدا لعيبة كبيرة جدا وهنا في المحترف إن شاء الله بداية من الأسبوع اللي جاي هيكون عندنا تخطية خاصة وبنتابع مع حضراتكم كل صغيرة وكبيرة في هذه البطولة وخاصة طبعا التركيز على منتخبنا واللي هتنطلق أول موراية إن شاء الله يوم 11 يناير طيب من الأخبار السريعة كمان في الفترات اللي فاتت كافانيا طبعا كافانيا نجم المانيونيتد اللي يمكن بعد الرومورز قالوا إنه هو يعني سوف ينتقل إلى صفوف برشلونة الحقيقة اللي يام اللي فاتت كان فيه كلام كتير جدا عن المهاجم الأرجواني المخضرم طبعا كافاني وإنه رايح برشلونة ومش قاعد في المانيونيتد بس خلاص الألماني طبعا رالف رانكيج طبعا المدير الفني لشياطين الحمر قفل الباب تماما قدام اللاعب وقال إن كافاني مستمر بشكل أساسي في المانيونيتد تعالوا نشوف مع حضراتكم رانكينج قال إيه؟ يعني زي ما بقول لحضراتكم يمكن احنا كان فيه فيديو تلع لكن رانكينج طبعا بيتكلم على كافاني كافاني بيقدم مستوىات أكتر من راعة مع المانيونيتد يعني مع الوقت كمان بيخش في المنظومة بشكل كبير جدا مش متأثر كمان بوجود رونالدو بالعكس بيقدم مستوىات قوية جدا ويمكن على صعيد الرومورز أو الانتقالات في المركات الشتوي اتقال إن طبعا كافاني أو برشلونة مهتمة جدا جدا بيضم هذا اللاعب الكبير ولكن زي ما بقول لحضراتكم رالف من ساعة ما جاء المانيونيتد فيه عملية من الزبط والربط ده ملاحظ من خلال أداء المانيونيتد من خلال كمان أداء رونالدو وطبعا رفقاء رونالدو إن كان فيه زبط وربط كبير جدا جدا وقدر يحكم الدريسينج روم شوي على مستوى الفنيات لسه طبعا المانيونيتد يعني ما دخلش فيه طبعا صفوف الصراع على الفوز بالدوري الإنجليزي لكن من خلال طبعا كافاني يعني لعيب كبير ورالف خلاص قفل الباب وقال إنه مستمر مع المانيونيتد اشتركوا في القناة